320 ألف جهاز رقمي وزعت في إطار مبادرة التعليم الرقمي في النمسا وده اللي أعلن عنها وزير التعليم مارتين بولاتشيك اللي هو أعلن عن توزيع 320 ألف جهاز رقمي على طلاب الصفوف الأولى المدارس السنوية والمدارس السنوية العامة وده يمكن اتجاه ويتتاجه لي النمسا أنه في عملية تجديد المدارس يعملوا السبورة الإلكترونية اللي بيكون فيه اتصال بينها وبين الجهاز الرقمي اللي بيأخذوا الطالب لا بصراحة هذا خبر أنا أراه إيجابي للغاية أن تقوم النمسا بتوزيع يعني ما يصل لأربعمائة ألف جهاز إن كان لوحي أو كمبيوتر على الطلاب وعلى الإدارة وعلى المدرسين شيء جيد جدا وهذا الجهاز حتما هو مجاني طبعا يوزع على جميع الطلاب صراحة منهم بالذات غير معروف ولكن أعتقد يعني منهم في صفوف متقدمة إلى حد ما ليس بالصفوف الأولى مناء المدارس هذا دليل على أنه فعلا يوجد اهتمام بالتعليم هذه خطوة رائعة تحية النمسا عليها تحية وزارة التعليم عليها السيد بولاشيك شو اسمه الأولاني؟ مارتن بولاشيك نعم مارتن بولاشيك من حزب الأوفاوبي هو فعليا شخصية مثقف للغاية ويهتم بموضوع التعليم بشكل يعني كبير جدا وبالتالي يعني أنه يصير فيه جهاز بصراحة جهاز كمبيوتر جهاز كمبيوتر بين إيدين كل طفل طبعا نتمنى أن هذا لا يكون سلاح ذو حدين يعني أنه الجهاز بإيدك فيك تستخدمه لشيء مفيد وفيك تستخدمه للعب والتيكتوك والكذا والضياعة الوقت فبالتالي هو فعليا على الأقل هو يعني مبادرة خطوة إيجابية خطوة إيجابية بحيث أنه يتم تطوير مناهج التعليم في النمسا ودمن الحكومات الإلكترونية فهذا شيء ضروري بصراحة لأنه النمسا اليوم مش النمسا العالم كله يا سيدي الكريم اليوم يتجه إلى التقنيات يتجه إلى الرقمنة يتجه إلى سرعة المعلومة الفايف جي الزكاء الاصطناعي المواصلات السريعة الإنترنت السريع والمشكلة كلها في كافية الاستخدام أعتقد أنه يعني وعملية الاستفادة مئة بالمئة فاليوم العالم أصبح قرية صغيرة الجميع يتواصل مع الجميع فبالتالي هذا شيء لابد منه ولكن نتمنى أن يكون هو دافع عن الموضوع دو في البرلمان وقال إن هو بيرفض وصف المدرسة الرقمية بالمدرسة الفاشلة يعني بغض النظر عن هذه المشادات البرلمانية نحن ننظر إلى الموضوع على أنه هي فعليا مبادرة إيجابية للعمل على زيادة الوعي والثقافة بين الأطفال في المجتمع